السلام عليكم ورحمة الله في هذا الشرح الشديد الذي سنتعرفه من خلاله على ميزة مهمة جدا ميزة يحتاجها اغلبنا في كثير من الاحيالين قيام ببعض المهام اليومية هذه الميزة هي ميزة الاسعر او ميزة التعرف على النصوص من خلال الصور هناك بعض النصوص الموجودة في بعض الصور تكون هذه الصور صور من كتب صور من بعض الملفات الشخصية او الادارية ونريد استخراج ذلك النص باسرع طريقة ممكنة واسرع الطريقة ممكنة حاليا هي عن طريق تقنية الاسعر طبعا سابقا كنا نستخدم مجموعة من المواقع او التطبيقات على الهاتف لكن ويندوز قامت باضافة تحديد يتيح هذه الميزة مباشرة في الحاسوب الخاص بك تكون تستخدم ويندوز 11 توجد هذه الميزة مباشرة ولن تحتاج الى اي تطبيقات او مواقع خارجي اذا لدي مثلا هذا المثال قمت بالبحث عن صفحات كتب فقط من اجل القيام باحدى المثال حتى تكون الفكرة واضحة وسنختار او سنبحث مثلا عن اي نص للتجربة مثلا سنجرب هذا النص على سبيل المثال اذا سنجرب هذا النص سنذهب الان الى البحث وسنبحث عن سنيبين تول اذا هذا هو البرنامج الذي سنحتاجه برنامج سنيبين تول سنقوم بالنقر على سنحدد يعني الصورة وسنقوم بالنقر على new ثم الان سنحدد يعني الصورة التي تحتوي على النص نحدد فقط الصورة التي تحتوي على النص الذي نحتاجه لا نقوم مثلا بعمل للشاشة بالكامل اذا هذه الصورة اذا هذا هو البرنامج سنلاحظ ايقونة هنا هذه الايقونة على هذا الشكل ايقونة تكست اكشنز سنقوم بالنقر عليها وننتظر القليل لحين ان يقوم البرنامج بالتعرف على النص الموجود في الصورة وقد فعلا تعرف على النص الان ببساطة ببساطة يمكننا ان نقر هنا على 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 هذا الشكل والان لدينا النص الموجود في هذه الصورة يعني بنقرة زر يعني بطريقة سهلة جدا يمكننا استخراجه هنا اذا برنامج التحرير النصوص واذا هنا لدينا النص قمنا بالحصول عليه بطريقة سريعة جدا وبدون يعني استخدام اي مواقع او تطبيقات خارجية. عندنا كان هذا هو الشرح البسيط لكيف يمكننا استخدام ميزة الاوسعير في برنامج في الويندوز. شكرا لكم.